التمور واحدة من أشهى أنواع الفواكه المعروفة والمرغوبة لدى العرب لارتباطها بأشجار النخيل والمنتشرة بكثرة في الوطن العربي وتتميز بقيمتها الغذائية العالية وذلك لإهميتها في المحافظة على الصحة العامة والحيوية لجميع الأعمار عن أنواع التمور وفوائدها الصحية والغذائية يسعدنا أن نراحل بضيفنا في الستوديو الإخصائي تغذية سيد موسى حلق صباح الخير صباح النور إلى جميع مشاهدين أهلا سهلا فيك يعني بداية خلينا نحكي مباشرة نتحدث عن الفوائد الصحية والغذائية عن التمور بشكل عام التمور يعني هي تندرج تحت مجموعة الفواكه وهي فاكهة موجودة وإذا بنا نحكي فلسطين يعني ممكن في مناطق الأغوار بشكل بكثرة توفرها فلسطين موجود يعني ما بصيرش فيها خنقول انقطاع أو النشح الفوائد اللي زي ما حكيتي انه لها فوائد كثيرة وهي مهمة يعني من خلال زي ما قلنا اللي هي من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن زمن الصحابة حتى يوم منها أول شيء التمور كل حب التمر اللي موجودة عنا لو بدنا نقرنها بسعرات حرارية كل حب التمر تقريبا اللي هي متوسط الحجم أو الحبة التمر الموجود في السوق تعطيني بيدخل على الجسم أو بزود الجسم بـ 20 أو 22 كم بالضبط سعرات حرارية أو 22 اللي هي سعر حرارية في الحب الواحدة معناته انا اذا انا احتياجي خنقول من الفواكه المفروض انه اخذ حصتين أو حبتين فاكهة حب التفاح حب تموز اذا انا بدي اعادلها او اقرنها مع التمر قديش انا بحاجة يعني انا ممكن كل حبتين تمر او من ثلاث حبات تمر لا اربع حبات تمر خنقول او ثلاث حبات اللي هي احتياجي يوميا خنقول من الفواكه اذا انا بدي اقرنها بحصتي من ثلاثة او اربع حبات نعم ثلاثة لا اربع حبات وفي حديث انه كمان انه اذا تاخد سبع حبات تمر ايضا بيكفي قذاء يعني اليوم يعني مع بعض الكالسيوم ربما او نعم هلا القصة انه بكفيك اليوم لو بدنا نقول انه احنا عشرين كطاقة ربما يمكن نعم اذا انا هو بكفيني من اشياء ثانية بعرفش اذا هو حديث يعني صحيح انه مقصود في انه بيزودني باحتياجاتي بالعناصر الجومية هو مش بها الطريقة لكن انا اذا بدي اقول سبع حبات سبع في عشرين انا باخد تقريبا مية واربعين مية وخمسين او مية وستين كالوري اللي هي من هذه المادة اللي بدي اقوله انه هو في الكالسيوم بيحتوي على الصوديوم في كالسيوم في التمر؟ اه طبعا في كالسيوم بس ولكن لابدنا نقارنه بمنتجات الالبان مش الكمية ولكن هو بيحتوي على كالسيوم بيحتوي على صوديوم طبعا اللي مهم في التوازن خنقول الاحماض والقلويات اللي هي داخل الجسم واهميته ايضا مهم خلال التشنجات يعني انه انا بحافظ انه ما يصيرش عندي نوع من التشنجات العضلات والعصاب وايضا هو مهم لتغذية المخ والعصاب مشان هيك احنا منكور كمان الاحتواء ايضا على السكر وسكر الفاكه مثلا اللي هو بيكون قبل ما يستوي التمر او بيسموه رطب يمكن رطب نعم يعني تفرق الفائدة ولا هو نفس الفائدة لا هو التمر بيكون اعلى من اللي هو غنقول البلح اللي اذا احنا بدنا نقارن تقريبا من واحد لواحد ونص ليش لانه بكون نسبة السكر اصدق نعم حتى نسبة الفوائد اجمالا لانه بيكون هو مش ناضد بالشكل كامل من السير اللي هو نضوج بيكون ممكن في الاحتواء ومثلا الرطب ممكن من المية بيكون احتواء اكثر من النوع الثاني لكن اجمالا لو بدنا نقول ممكن انا وقد حبت انتمرت عادل ماي عادل مثلا ثلاث حبات اللي هي خنقول البلح قبل عملية النضوج الاشي اللي بدي اقوله انه زي ما كنا مهم في تغذية المخ والاعصاب وانا اخذها بس اذا احنا بدنا ندرج دائما احنا نقول كمان الاعتدال في تناول ايش يعني انا بدي اوكل تمر ومادة وغذائية وجيدة والناس كلها ما حداش بختلف عليها سواء المستهلك او انه اخصاء ان التغذية انه مدى اهميت ولكن كمان احنا نحفظ انه ما نكونوكش كميات كبيرة وكمان مرضى السكر يمكن لازم يعني يديروا بالهم فيما يتعلق بالتمر لانه فيه سكر طبعا هلا احنا منقول كمان اللي بكون عنده ناس اللي بكون عندهم اذا بدنا نحكي عن موضوع السكري اللي بصير عنده مهبوط سكر مفاجئ انه دائما نخلي فيه جيبته مثلا منقول انه حبت مثلا ملأ حلو او شوكلاتة هيك بسيطة فيه جيبته او انه حبت تمر يخذها لانه مباشرة انها بتاخذها بمتصل الجسم بشكل سريع وبالتالي بتعافظ على مستوى السكر في الدم وبترفعه للناس اللي بكون عندهم هبوط الناس اللي عندهم مرض السكر كمان انه لو اكل ما في مشكلة ولكن زي ما كنا انا اذا انا الانساني العادي والوضع بحاجة او اخذت احتياجاتي من مجموعة الفواكه او الحصة الغذائية اليه وبالتالي حبه حبتين لمرض السكري ما بيأثر عليه طبعا ومهم مكتش كمان انه يتناول هنو قضهن طيب استاذ مصر يعني هل كيف ممكن نحتفظ بالتمر يعني هل نحطه بالتلاجة وخلينا نحكي عن مدة صلاحيته يعني اذا كان خارج التلاجة نعم اول اشي هو احنا اللي بنشوفه عادة ما بنحط بالتلاجة السكر تقريبا فيه اللي هو اذا حكينا نسبة السكر او اللي هي المادة اللي بريكس اللي بتفحص بحدد لي قديش نسبة السكر فيه اللي هو سبعين لا خمس سبعين في المية اللي هو احتواء من سكر وهو ربنا لا اله الا الله يعني انه اعطاه هاي الخاصية انه هو بحفظ حاله من حاله وحمادة السكر اللي هي بحدد التي هي مادة استخدم في الحفظ الاشي اللي احنا بدنا ننوه له انه هو بنحفظ في الاسواق يعني ممكن انه بدون لا ثلاجة والاشي بيضل موجود مدة صلاحيته حسب ما اللي بعرف فيه اشي اذا كان تخزينه جيد ومنيح ممكن يقعد عندي انا من ست شهور لسنة ما فيه اي مشكلة بس احنا دائما وهذا بعتمد على اريد تخزين خلال انا القطف خلال عملية قطفو اللي هو اللي الموجود انا كيف انا بدي اقطفو كيف انه بديش ااخدشو كمان في نهاية اللي بتشوف انه بكون كانت تيوم القيومة وبالتالي ممكن يكون معارض التهوية للهوى يصير عندي تعفن ما يصيرش عندي اه احسن تكون موجودة طبعا تكون موجودة مشان انها تحافظ على الخصائص الحبة نفسها وخلال عملية تخزين كمان ان انا اذا انا بدي احكي عن كميات كبيرة جدا اناس انا مورد او مستورد او بدي اوزع كيف كمان طريقة وضعه فوق بعضه وما يكونش مكدس كمان يكون التهوية جيدة الاضاءة جيدة بعيد عن الرطوبة بعيد عن جميعها الانسان كمان من خلال العين مجرد اذا ممكن اذا شافوا فتح الحبة اذا كان فيها ماء السواد اه هذا اللي بنا نحكي عنه لانه كمان يمكن في فترات سابقة تم ضبط كميات كبيرة من التمور الفاسدة يعني يمكن في وقت كان في موسم رمضان واحنا طبعا هلا مقبلين على هذا الموسم فكيف ممكن تعطينا نصائح للناس انه يقدروا يميزوا بين التمر الفاسد والتمر الجيد التمر اول شي هو بينا اللي بدنا نقوله انه فيه خلال عملية تصنيع فيه نوعان انه اذا بدي احسن منتجي اه قطفن خنقول اللي هي كيف عملية اللي هي الجنة التمر نفسه من الاساس وهذا طبعا هذا بيعتمد على مصداقية الانسان خنقول بيشتغروا بهاي المادة اذا كان فيه مخافط الله وفيه ثقة المفروض انه يتعامل بكل بكل يعني بالتزام وانه انا احافظ على هذه التمره وعلى هذه الفاكهة ان احافظها لانه احنا خدشها تصفيتها قطعها بشكل سيء هذا بيؤدي الى غربها ممكن المستهلك ما يكتشفها او ما ينتبه لها ممكن تكون من بره سليمه ومن جوه لازم بس يفتحها يعني عند ال... نعم ممكن انا اشوفها على الوضع الطبيعي اذا هو تمر طبعا فيه انا اللي عرفته يعني واللي سألنا عنه انه التمور نفسا القشرة كل ما كانت القشرة الخارجية ملاصقة لللب الجواني خاصة بالتمره بيكون افضل ليش لانه بيسمحش لانه يكون هوا داخل اشي يعمل تعفن ما بين القشرة وما بين اللب الخارجي كثير حاليا في مصانع ذات جودة عالية بيعتمدوا عن نظام الجودة انه هذا الهواء الموجود ما بين القشرة واللب انه بيسحبوه وبالتالي بتكون القشرة مباشرة ملاسقة لللب بطريقة هلوة وبدرد وكمان حتى اللي بيكون الخشل هو الاشي الواضح في السوق اذا كان القمع مقيوم ممكن انا اشوف حبة افتحها بباين عندي اذا كان في تلوث فيها عفن على شكل العفن اللي هو كل الناس بتعرفه هذا واضح نعم يعني طيب قليل نحكي عن فوائد التمر بالنسبة للمرأة الحامل احنا نعرف كمان في القرآن كان في توصية الهية يعني لمريم العذراء يعني بتناول الرطب فهل بالفعل انه هو بيكون جيد في الشهر الاخير بحيث انه بسهل عملية الولادة ايضا وما بعد الولادة نعم طبعا هو اذا بدنا نقول خلال فترة الحمل ما في حدا قال حتى من بداية الحمل انه كثير بقول لك انه التمر بسرع اللي هي انه عمليات الاجهاض لحد الان ما في دراسات اثبت تتضل اشي انه ما فيش شي حتى لو اخذته المرأة الحامل طبعا بداية الحمل المهم كمان انه هو يمكن ربطوا هذا الموضوع لانه هو بيسهل الولادة نعم صار انه اه مدام هو بسهل لك فبالتالي ممكن يعمل اجهاض يعني لا هو ما بيعمل اجهاض زي ما قلنا اللي هو اذا انا المرأة الحامل حتى من البداية لانه كمان التمر بيحتوي على حمض الفليك وحمض الفليك اللي هو مهم في تكوين حتى الهمقلوبين خلال نسبة الدم المرأة والمحافظة عليها ايضا مهم في خلال تكوين اللي هو مراحل تكوين الجنين للنخاع الشوكي والى غير ذلك الاشي المهم انه زيادته زي ما قلنا اذا المرأة الحامل تأخذ حبتين ثلاثة منيه ايضا خلال قبل وهذا بنصح فيه كمان الاطباء واخصين تغذية انه قبل الولادة مثلا بسبوع اسبوعين انه انا اتناوله كمان اللي هو ليسهل عمليات اللي هي المخاضة الام كمان بسهل الاشي المهم كمان اذا احنا بدنا نحكي انه فوائده كمان اذا بدنا نحكي عن الصيام وخلال عمليات الصيام وكذا اني انا باخذه زي ما قلنا فترات مسافات او ساعات بيكون الانسان مش ماكل مش انا اتناول اكله من حاول نقول دائما وعلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم اني انا اتناول حبة لثلاث حبات مثلا انتمر في اليوم مشان اني اخنقول اه كمان يعني انه سنة او جيد لصحة انه يفطر الانسان نعم انه يتناول انه هو عشان سكر يعني صح؟ نعم عشان سكر انه انا مشان اغدي للمخ والاعصاب اللي لها 15-16 ساعة ما دخل اي سعر حراري او اي مواد غذائية للجسم حتى كمان انه الجهاز الهضمي يتأكل مع هاي المادة وسكر بسيط زي ما كنا انه بتم هضمها بشكل سالس بدون اي صعوبة الجسم او الجهاز الهضمي برجع الى وضعه الطبيعي انه في مادة غذائية بلنش يشتغل فيها ولكن بشكل مريح مش اني انا اتناول مواد غذائية عالية ودسمة بالتالي انا بتعب الجهاز الهضمي حتى انه بصير عندي نوع من الزوفان زيادة في الوزن يعني هاي اللي هي خصائصة وهاي النقطة كمان ممكن يستخدم كعجوة يعني بنحط في الكعك ويعني كمان ممكن له اكثر من طريقة بانه يصبح كمان نوع من الحلو كثير احنا بقولوا طب ما هو احنا بدنا نوكل حلو كثير من نقولهم يعني ليش نروح على القطر وعلى السعرات الحرارية العالية تناولها انا وكثير ناس بيستخدموا هاي الفاكهة انه زي ما كنا بعجنوها بحطوها مع فصدوق ومع لوز مع المكسرات كمان صارت نعم مزموط مع المكسرات في اشكال كثيرة وسرعات نعم بوخص سعرات حرارية بوخص احتياجات وبالتالي انا كمان اخدت مادة غذائية تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة للجسم واشي حلو اللي انا بدي اتناوله الاستاذ موسى حلايقة الاخصائي تغذية شكرا جزيلا مع كل هذه المعلومات اهلا وسهلا شكرا اليك مشاهدينا والان فقرة لصحتك ومنرجع خليكم معنا موسيقى